موسيقى موسيقى نغضر المميطة يبدو واحد اثنين دو فوق موسيقى 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 همس 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 ثاني موسيقى 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 والنجوم السماء والأرض الهوى والمية وكل الكور مش بقدر افهم ازاي دول صنع ديك بأمرك الكل صار واصبح لي لكن الاصعب فهمه ازاي بتبص ليا ازاي بكل عظمتك دي بتفكر فيا النهاردة يوم النهاردة نتيجة لمجهودات كبيرة عملناها لغاية ما وصلنا توصلنا ان تتبنى وزارة الشباب والرياضة مشروع كرال واركستر اطفال مصر فكرة الكرال ده ظهرت عندي من زمانه انا بفكر في وانا بامشي في الشارع بالعربية ولقى الاطفال بيبعوني مناديل الورق بقول الولد ده لو صح حلو يتعلم ايه كان طلع احسن مني ليه الولد ده ما عندوش امكانية وفرصة انه يتعلم فكنت بقاسي جدا من الموضوع ده فعلا كان بالنسباني مشكلة كبيرة لغاية ما رحت على عمان بقى عملت حفلة في الاوبرا السلطنة عمان الاوبرا السلطنية وهناك صديقي دكتور الملاح حكاية لي حكاية قال لي انه الفرقة اللي كانت قابلي بتقدم العروض هناك كانت اوركسترا من فينزوليلا من اطفال الشوارع فانا الحكاية فجأة كده اكتملت في دماغي وقررت انه اول ما اجي على مصر هنا اتصل بدور الرعاية الطفولة واليعني اعمل كرال من وفعلا بديت سمعت حوالي 800 شخص من جمعيات رعاية الفستات وغيرها كان معايا مدان ايمان رجب نائب رئيس تحرير المصور ومسؤولة في دار الفستات وتعرفنا على الدكتور محمد البطران اللي حد كل امكانيات امكانياته ومؤسساته تحت تصرف المشروع المشروع كبر اسمعت حوالي 800 شخص اخترت منهم 170 لغاية ما صف في الاخر على 70 جايين على الساعة 6 هنا للبروفا بعدين اتصلنا بوزارة الشباب الدكتور خالد يعني كان مرحب جدا 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 في المشروع وتبنى المشروع كله وقريبا انا ابتداء من 20 اكتوبر حبدأ اه 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 ازور كل المحافظات لاختيار اطفال اه انا انا نفسي انا حلمي اوصل الكرار اه اروح اصفرت روسيا الاتفاق معهم على اسادزا يجو اه يبدو طبعا يعلموا يعني مربين ومعلمين وحنتفق مع اسادزا مصريين بردو لغات ايه عايزينهم يعلموا مزيق يعلموا عزف على الالات وده حيكون اركسترة اه اطفال مصر يبقى عنا كرال واركسترة اطفال مصر الحرك بدأت المشروع ايه متى؟ بدينا المشروع انا بديت المشروع من حوالي سنة من زمان يعني واجهتنا صعوبات كتيرة لدرجة كنت تقريبا اه لحصات كده مرت يأس انه مش هقدر اعمله ولكن لا اعترف الصعوبات انا دايما بحب التحدي وتحديت نفسي وتحديت الصعوبات وتخططها وان شاء الله اهو الكرال ماشي الكرال اللي بدربه لغاية الان اللي شايفهم هنا جداد على الكرال الاساسي من سبعين واحد وان شاء الله هنفضل نزود عليه طالما وزارة الشباب تبنت هذا المشروع وحطت كل امكانيتها وسيادة الوزير اهدانة هدية يا دكتورة امل جمال اللي هي دينامو لا يهدأ دينامو لا يهدأ فحطول السماء ان شاء الله مع الاطفال دول حضرتك عامل مشروع يعطول المشروع العظيمة عارك بتساعد الاطفال اللي احنا مقصرين في حقهم كل واحد كنا مقصر في حقهم وكلنا مسئولين عن اللي بيجرى لهم ماذا لو كل شخص في المجتمع بدأ بفعل ما تفعله الان في كل تخصص في كل تخصص تجاه هؤلاء الاطفال يعني مصر هتكون بألف خير اذا فعلا كل واحد يفكر بالموضوع ده يعني هي دي ايه هي نهضة مصر اللي قائدها سيادة الرئيس السيسي دلوقتي هي اه اشتراك كل الشعب بهذه النهضة هو الوحد زي ما قال هو الوحده مش هيقدر يعمل حاجة اذا احنا كلنا كل واحد من مكانه مساعدش مساهمش في في هذه النهضة في هذه النهضة دي نهضة مصر الحديثة مش هيقدر هو اعمل حاجة شهادة من حضرتك لتشجيع اخرين في تخصصات ومجالات اخرى لتشجيعهم على اقامة مشروعات مثل هذا المشروع في مجالات اخرى مع هؤلاء الاطفال لتحسين مستواهم وايضا الشهادة كلمة واحدة هقولهم استعابهم جيد واستطيعوا حقيقات كلمة واحدة هقولهم حبوا مصر شكرا جزيلا وربنا يقويك علشان تقدر تدي مصر اكتر واكتر انا نبيل شريف ابوزة ابني من ابناء جماعية اولادي وافتخر بذلك وافتخر اللي انا ابني من اولاد اولادي وعن 16 سنة و بس يعني مشارك في المبادرة نعمالها مايسرو جريز مشارك معهم في مشارك من فترة بقى ان شهرين كده هم شاركين و حاجة كويسة اللي احنا الحمدلله مشاركين مع مايسرو جريز هي كده جايين النهاردة عشان تعملوا يعني بعد ان تدربته خلاص وخدتوا التدريبات الرسمة جايين النهاردة احنا جايين النهاردة والله انا بس انا مش عارف بس هي اكيد فوق التدريبات يعني او اكيد يعني عشان بنصور مسلا معكزة تلفزيون غير حضرتك مثلا فحاجات كتير كده بس محدش مدينا فكرة عن الاموش اكيد طبعا استفادنا حاجات كبيرة منها اللي احنا حسينا اللي احنا يعني مشاهير وزي كده يعني لما حد بيجي مثلا عنينا زي حضرتك مثلا نيجي منحس بفخر كبير اللي حد بيصور معانا بالحس اللي احنا خلاص يعني عدينا مثلا زي ما بيقولوا بس يعني بالحس اللي احنا اتشهرنا بقى وكده ومغانين كبار وكده شكرا نجلق علي من جماعية اولادي انت المشاركة في المبادرة اللي عملها المبادرة اللي عملها المبادرة اللي عملها شهرين اتكلمين عملتوا ايه في المبادرة عملتوا في حال الشهرين دولا بداية من اول حاجة يعني اتبتل اخطياركم وبعد كده ايه اللي حصل الاول بدأنا من نحفظ الاغاني بالورق وكده واولا ما حفظناها جينا يعني الايام البقية عشان المدرسة كانت دخلت وكده فاخدنا يومين ايه جمعة وثلاثة فبقينا بقى نيجي ونتضرب اكتر وحفظنا عشان اغاني لغادي بقى وغنتوه في اكتر من مكان عملتوا بقى كثير لا مش في اكتر من مكان كان ايه رأيي المااسترو في الاداب بتاعكم لا حانو حاستو بايه خلال المشاركات دي اه انا كنت مبسوطة جدا مش عارفة حقا انت ان انا عايزاه من ناحية الغنى انت تحب الغنى اه اسم شرين اه في جماعة اولاذي انتم مشاركة معهم برضو من شهرين اه حسيت اقلال التطريبات اللي انتم تدربتوها حسب بايه يعني كنت مبسوطة اه مبسوطة حسيت ان انت تقدمت عملت حاجة في الفترة دي اه دكتورة امل جمال وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية طبعا المبادرة الجميلة اللي اطلقها المايسترو سليم سحاب كرال واركسترا اطفال مصر دي بتواجه طبعا وتقابل استحسان كبير جدا من وزارة الشباب برياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز الفكرة رائعة الوزارة تبنت الفكرة ونصقنا مع وزارة التضامن على اساس ان احنا ان شاء الله هنجو بالمحافظات نوصل بالكرال ده والاركسترا يسأل لخمس تلاف طفل من سبعة وشرين محافظة نصقنا مع وزارة التعاون مع وزارة التضامن على اساس ان احنا نستعين بمراكز ايواء الاطفال بلا مقوى وجمعيات المعنية بالايتام وان شاء الله احنا بصدد تتشين في عام 2015 هنكون كونا الاركسترا بعد ما نجو بمحافظات مصر فكرة المايستور كات رائعة ولقت استحسان لدى وزارة الشباب ورياضة زي ما قلت لحضرتك لو كل واحد في مجاله لو كل فنان مصرح قدر ان هو فكرة حتى الاكاديمية اللي عملها الفنان الجميل باستاذ محمد صبحي عمل اكاديمية سومبل اكاديمية سومبل دي لو قدر مش بس التقائمة على الماهوبين لو قدر برضو يضم فيها مجموعة من اطفال بلا مقوى او الايتام يبقى شيء جميل الاطفال مش ضروري ان انا بس في الكرال ابقى بغني كويس لكن انا عندي مهواهب في التمثيل عندي مهواهب في الرسم كل واحد كل شخص من المثقفين والفنانين يستطيع ان يعمل اكاديمية او يعمل نموذج زي نموذج المايستور سليم سحابي في مجال الرياضة في ريادة الاعمال كل واحد لو تبنى فكرة ان ازاي احنا اطفال المجتمع هما دول الرعاية لان احنا كوزارة شباب برياضة بنعتبر ان قضية اطفال الشوارع او الايتام دي قضية امن قومي فعلا والاهتمام بيها لان دي زي ما بقول كده ان هم بلا موقوطة فلازم الاهتمام بيها ورعايتهم واحنا اكتشفنا مواهب في الولاد ما حدش كان ممكن يكتشفها لولا فكرة المايستور سليم سحابي انا اسمي السيد سمويل اسحاء كنيسة ابو سفين المهندسين مطرانية الجيزة اتكلمنا على اليوم النهاردة وكيف دعيتهم ليه؟ احنا دعينا من المطرانية عن طريق وزارة الشباب طبعا وجايين نشوف ايه الوضع يعني البنات عندنا برضا عندهم امتحانات وعندهم مذاكرة يعني كنا نتمنى الموضوع يبقى في الصيف بلولاد عندهم وقت فراغ اكتر لانا تعرف المذاكرة والاهتمام بالمذاكرة ووقتهم كله بيبقى يدوبك بين المذاكرة وبين المذاكرة وبين النوم شوية يعني كده طب ايه رأي حالك في المبادرة نفسها؟ المبادرة بحددتها حاجة كويسة جدا لان احنا هنا شعب واحد فالجمع ده كله يعني ده واحد مبسوط جدا منه اهتمام واحد زي الماسترو سليم سحاب بالموضوع شي جميل جدا انه يسيب كل مشاغل وكل اللي هو يبتدي يعمل حاجة زي كده وجمع فيها اطفال مصر كلها سواء مسحيين سواء مسلمين وده دي مصر اه تحبت وجه الكلمة لوزير الشباكة؟ يا رب الموضوع ينجح ويتعمم ويتبقى مشروع كومي ويبقى الدنيا يعني اه ونشوف مصر كده احسن كتير 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 احنا احنا برضه احنا برضه احنا برضه احنا برضه اطفال غير مقوى ده بتحكد بتجي بحلوleen شوية يعني مفروض اه دور الرعاية ا ا ا ا ا ا ا ا ا رعاية ا ا اعلى مستوى ليهم ما بحسوش خالصي بالكلام بالنقطة ديه ودي يشوفت الولاد حتى نفسيا مصطلح اطفال دور الرعاية اه دور الرعاية اه احنا بنقول اطفالنا احنا عندنا في الكنيسة بنقول بنات ابو سفين بنات الكنيسة احنا بس بنحب نوسكولداد عشان بس المشاهد يعرف هو ياريت كل واحد يشتغل في عمله كده بالشكل ده وتدني هتبقى حلوة جدا 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 اه طبعا احنا في مصر هنا متعودين على كده احنا عندنا في الكنيسة في دور مهم جدا بنعلم الولاد الوطنية وبنحببهم في البلد جدا يمكن اه ما قلت البابا شنودة الناس كلها حفظها مصر وطن ما بنعيش فيه لا ده وطن بيعيش جوانا وده فعلا بنعمل كده مع الولاد والولاد بيحسهم كده كويس جدا بنخلال احنا بنعلمهم بنعلمهم كده وبنقولهم دايما مصر وبنحببهم في بلدهم حتى الولاد عندنا بيبقى فيهم كده الدور دوت كان للأسف كان في المدارس الاول النهاردة المدارس ما فيهاش الدور ده فاحنا بنعممه في الكنيسة بشكل عام يعني الولاد بنعلمهم كده نقولهم مصر عشان كده احنا موجودين هنا النطل مادام نادية مادام نادية جماعة ابنتي دار لرعاية الفتيات عندنا 85 بنت في الجماعية كلمين عن مشاركتكم النهاردة وإيه رأيكم في الفعالية العمالية الميزة احنا مشاركين معاه من حوالي خمس شهور من أول ما بدأ خالص كنا احنا من البداية انا عندي 15 بنتي كانوا بالفعل هما كانوا مشاركين في قرارة الابرة وكانوا متضربين وبيشتغلوا فما جيش افهم في الجماعية هو اختارهم وخدهم معي وبدأوا معي الحمد لله هما شغالين معي من ساعتها من خمس شهور ومنتظمين معي كنا في مركز الفستاط في العمرانية والنهاردة اول يوم ييجو التدريب هنا تحب تقولي ايه للمهندس خالد عبد العزيز هما الاثنين اجتموا علشان يحققوا الامنية او الحلم دول لعطفالنا طبعا احنا في اول ما بدأنا كان بالنسبانا الموضوع كله حلم احنا بنحلم ان البنات دول يكملوا ويعملوا المشروع ده مع المهندس وطبعا هو هي فكرة عظيمة منه وهو جمع طبعا عدد كبير من بنات الجماعيات يعني شارك بيهم وبدأ بيهم بس كان فيه نقطة واقع ان احنا مش عارفين الموضوع هيكمل ازاي ومش عارفين التمويل هيبقى سدي كيمل بوزارة الشباب كيمل بوزارة الشباب الحقيقة احنا كنا في اجتماع احنا كنا مزهولين الاسبوع اللي فات واحنا سمعين الدكتورة امل جمال وهي المسؤولة الوقت اللي هي بتتابع الموضوع بعد تكليف من الدكتور خلد عبد العزيز فهو بعد ما كلفها الحقيقة هي زللت كل العقبات وقالت ان هم هيجبوهم يتدربوا هنا وهيقوموا بتوزيع واجبات وكبان هيتحملوا البصات اللي هتيجي للجامعية تاخد البنات تنقلهم لهنا وترجحهم فطبعا والمعسكرات اللي هتتعمل بعد كده وان شاء الله هيبقى اول معسكر في اجازة الصيف لا في اجازة نص السنة الاول بعد كده هيبقى فيه في الاجازات بعد كده بتعاد الصيف اكلمك من منطلق انه التعامل لتعامل مباشر مع الاطفال اطفالنا اللي هم بيعيشوا في دور الجواء ماذا لو كل متميز في مجالي تقدم للمبادرة مثل هذه المبادرة ماذا يحدث او ماذا سيكون شكل هؤلاء الاطفال مش شكل هؤلاء الاطفال ده هيبقى شكل مصر كلها لان احنا عندنا مواهب كتير في الاماكن دي لكن للأسف هو محدش بيكتشفها ونحن بنطالب كل متميز في مجاله ان احنا عندنا بنات والأولاد في منهم اللي ممكن يطلع عالم وفي منهم اللي يطلع متمايز في الموسيقى وفي المتميز في الغناء وفي المتميز في الرسم انا شخصان عندي في الدار بنات متميزة في الرسم جدا بنات متميزة في الاشغال اليدوية وشغل الابرة وحاجات كتير جدا بيعملوها الحفر على الخشب والرسم على الازاز اتمنى ان ايوم حد يتبنى المواهب دي كلها ويخرجها للنور وساعتها مش احلة بس اللي نستفيد او البنت بس اللي نستفيد مصر كلها تستفيد انت بدل ما يبقى عندك طفل طالع حاقد على المجتمع وحاقد على ظروفه انت بتطلعه هو بيعيش في مستوى كويس وبيتعلم حاجة كويسة وبيكون انسان سوي ما بيحكدش على المجتمع وبيشوف ان المجتمع بيقدم له حاجة كويسة تفيده وتفيد عيلته بعد كده لما يبقى فيهم الايام انسان سوي وليه عيلة وليه شخ زوجة واولاد اوليها زوج واولاد فاكيد ده هيفرق معها كتير مش هتبقى حاسة ان المجتمع رفضها ان المجتمع بيديها بظروفها لا هي هتبقى حد مننا وهتبقى فوسطينا